اشتركوا في القناة 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 من قصة الوصول على الفلس ، نجمع الكثير من الأجمزاء في عشروا الجزية عندما يحب محمل الشخص لكوانجاً الوز الذي من يحمل الوث المرنى هي فلسر الوطن من أن تلغ نقص على النجمة هذه الفلسية سورة ، لعض الالجاء ، مخصوص بفضل التولى تبدأ تبدأ بداية في تلك اللقاء ويبدأتو لفنان تنظر بالنسبة لها الموضوع لم يجب الموضوع في حوالي ويقبت إلى جانب كثيرا ومع رائعها فيها منظور مطقة تسلسل بها الموضوع تنظر لها الموضوع تنظر بالنسبة لها الموضوع من الموضوع من الحيوات هنا في هذه المرة، مرحلة جداً من القرآن تحدث. عندما تزوج إلى زيجر تحب اليوم، الله يتعلم عن القرآن الأمر في القرآن. أكتبت، في اسمكك، يا أبي، الذي سيجعل من من القرآن الأمر. أكتبت، وكيف سيكون أكثر أسفلين. خلق الإنسان من علاق The meaning of the word alaq in Arabic is a thing that clings to some place. The word is literally used to describe leeches that cling to a body to suck blood. Certainly it is not a coincidence that such an appropriate word is used for the zigat developing in the mother's womb. This proves once again that the Quran is a revelation from God, the Lord of all the worlds.